دعنا نرى النموذجين الحلوين اللي معنا مرت يعني مهنس عمر مبادرة شجرها اسم معروف وسمعينه ومتابعينه من فترة بدأته امتى وكان ايه الفكرة اللي عندك ايه الاختلاف يعني ما بالتأكيد دايما بنقول افضل حاجة في الدنيا وافضل خيار في الدنيا اني نزرع شجر اكتر ايه الجديد اللي قدمته المبادرة والله هي مبادرة شجرها الحمد لله انها مسماعة هي من 2016 17 ابريل 2016 بدأناه من الفترة دي والحمد لله في خلال ست سنين احنا بننشر ثقافة زراعة الاشجار المسمرة في الشوارع وفي المدارس وفي الاماكن العامة بدل اشجار الزينة وكمان بننشر ثقافة زراعة البلكونات والاسطح بالخضروات والنباتات الطباية والعطرية بالطرق التقليدية بتنفع دي بتنفع اه بتنفع انا بنتي زرع طماطم من ثلاث سنين مفيش فايدة لا لا ان شاء الله بقى اتبعنا على الصفحة احنجيلكم تقصد ان اللي عنده بالكونة يزرعها حاجات بسيطة بس ممكن ده يحصل اه ينفع تبقى حاجات كمان يستفيدوا منها كاكل يزرع الخضار نباتات طباية والعطرية ممكن برضو بعض الصبرات المفيدة ممكن بعض اشجار الفاكهة المقزمة سواء في بالكونة او في السطح وكمان بنمشر ثقافة التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات الملخية ده ده كلام عظيم بس كلام كبير هرجع لك تاني عشان تقولي على الارض بتساعد الناس ازاي وبيتنفذ ازاي اشتركوا في القناة